ليست الوجوه الصامتة فقط هنا بل هناك وجوه أخرى حملت فيضا من المشاعر الغاضبة والحزينة والحالمة فضاءات الألوان في معرض طوابع الأمل تنوعت بين الألوان الزاهية وتلك التي تعبر عن مشاعر الغضب لوحات رسمها ستة فنانين السوريين على قماش الخيام كانوا يسكنونها في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن هذه اللوحة مرسومة على قماش خيامة مخيم الزعتري اللي عاش فيها اللاجئ السوري رسالة للعالم كله أننا ليس لاجئين بحاجة لدعمكم ومساعدتكم بالشغلات اليومية احتياجاتنا اليومية صارت موجودة نحن ناس مبدعين نحن ناس عنا قدرات وعنا أمكانيات 130 لوحة شاركت في معرض طوابع الأمل بعمال من بينها لوحات لخمسة عشر طفل تم تدريبهم على الرسم بالمخيم من هذه الورشة الصغيرة في قلب مخيم الزعتري خرجت اللوحات التي عرضت في العاصمة عمان الرسامون هنا لهم علاقة وثيقة ومختلفة بالألوان حسام الخطيبة من إنخل بدرعة لم يتجاوز السادس عشر من عمره تعلم الرسم في هذه الورشة الصغيرة والتي تضم أيضا محلا للحلاقة دي خلاني حب الرسم بقعد بذكر ذكريات سورية هناك مثلا وهيك بلشت هيك أرسم تعلم على الألوان أجي لعندي محمد الجغدان مثلا يعلمني شلون هاي وكيف هاي ومرتح نفسيا يعني بس أشوف الألوان حسام تعلم الرسم ضمن ورشات تدريبية من قبل فريق طوق الياسمين المكون من سبعة فنانين السوريين من مخيم الزعتري في أولاد يعني مثلا بيركتوا على ألوان معيّة مثلا لون الحارة الألوان الباردة الأوسط الصايفة بنعرف أن هذا الطفل هذا مثلا شو عقديته شو كذا وحتى مثلا بين الورشة والورشة مثلا من ريح مثلا عشر تيام أو مرات عشرين يوم فالأطفال بيجوا أنه قيمة لتولش قيمة لنشتغل قيمة كذا فكتير حب الفكرة مواهب فجرتها مآسي اللجوء والحنين للوطن فهي لم تعد مقتصرة على الكبار بل شملت الأطفال أيضا من مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن هاني موعد أوريانت نيوز